اهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل مصر حقاية تقدم كبير في بناء اقتصاد قوي خصوصا بعد اطلاق المرحلة الاولى من البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي في 2016 البرنامج ده كان يه فضل كبير في زيادة النمو الاقتصادي والحد من البطالة وخلق فرص عمل كتير للشباب وكمان ضبط الاوضاع المالية في مصر خلونا نعرف تفاصيل اكتر نعرفها طبعا من الدكتور علي الادريسي استاذ الاقتصاد ونائب المدير التنفيذي لمركز مصر لدراسات الاقتصادية والاستراتيجية اللي منوارنا في استوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك دكتور صباح النوع عليكم على كل استادة مشاهديك يا اهلا بحضرتك حقا نتقدم كبير في هذا الملف الملف الاقتصادي لكن مازال امامنا تحديات ايه يا ابرز هذه التحديات وزاي كمان نقدر نتغلب عليه طبعا احنا قمنا بمجموعة كبيرة من الاصلاحات الاقتصادية بداية من بنامج الصح اقتصادي في 2016 بعد كده استكمالا ببنامج الاصلاح الهيكلي لكن يمكن الظروف العالمية كانت صعبة شوية يعني بمعنى ان احنا بدأنا بحرب تجاية ما بين الصين والولايات المتحدة الامريكية وبعد كده ابتدائنا نخش فيه جائحة كورونا الازمة الروسية الاوكرانية المستمرة فالظروف العالمية دي انا مقدرش اعزلها تماما ولا اعزل التدعيات والتأثيرات السلبية لها اللي اكيد الاقتصاد المصري يعني تأثر بهذه الامور ده حد بشكل كبير طبعا من ان احنا كان ممكن نحقق نجاحات اكتر من اللي احنا حققناها وفي نفس الوقت انا ما نيجي نقيم الوتيرة الاصلاح اللي كانت ماشى يمكن بوتيرة سريعة جدا الاصلاحات اللي كانت سواء على مستوى السياسات النقدية او السياسات المالية او على مستوى تحييئة مناخ الاستثمار او فكرة كمان اننا يبقى فيه ثقة من جانب القطاع الخاص ومستثمين الاجانب ان هما يثقوا فيه اداء الاقتصاد المصري لان احنا بعد من قرن وضع احنا كان يمكن في 2012 كانت بعض التقارير الدولية كانت بتشير على ان الاقتصاد المصري على وشك الافلاس فان انت تبتدي تعمل مجموعة بها من الاصلاحات وتبتدي تبقى الوجهة الاولى اللي جاز بالاستثمارات الاجنبية المباشرة على مستوى القرى الافريقية فهذا شيء ايجابي ان انت تبتدي بوتيرة النمو الاقتصادي عندك تبتدي ان هي تتحسن بوتيرة سريعة جدا وجزء من تحقيق النمو الاقتصادي دور كان مطابق بمشروعات قومية الدولة قامت بها وانفاق حكومي كان مهم جدا لان في فترة جبية كان يمكن حتى بعض كان بيتخين ان المستثمر او رجل الاعمال المصري فهو مجبر ان هو يستثمر في مصري لا احنا كنا بنشوف حتى مش يعني انعزال حتى او هروب لرؤوس اموال الاجنبية لكن حتى بعض رجال الاعمال المصريين كانوا بيبتدوا ان هما يشوفوا وجهات اخرى يستثمروا فيها ففكرة ان انا بيستثقة مرة اخرى اتجاه مستثمر المحليين ومستثمر الاجانب فده كان امر مهم جدا ان احنا نتحرك عليه وطيرت النمو الاقتصادي اللي كانت من حوالي 2% ان هي دلوقتي توصل او كما هو متوقع ان هي توصل لحوالي 6% في الوقت الرهن برغم من هذه التدعيات فهو برضو امر ايجابي جدا شبكة الحماية الاجتماعية كانت مهمة جدا ان الدولة تتحرك عليها ملف زي ملف الطاقة وشايفين العالم كله دلوقتي حديثه عن الطاقة واحنا في الوقت اللي احنا كان عندنا استراض للغاز الطبيعي بحوالي يمكن 3 مليار دولار انت وصلت للاتفاق الذاتي في نهاية 2018 وبعد كده بقى عندك فوقت بتوجيهها للتصدير بأكتر من حوالي 4 مليار دولار يعيحان بس مش وفرنا 3 مليار اللي احنا كنا بنشره بيهم الغاز لا ده انت كمان بقيد بتحقق مكاسب بأكتر من حوالي 4 مليار دولار كمان ازاي الطاقة قابعية وده ملف يعني كان عندنا مشاكل كبيرة جدا فيه ازاي ان انت تقدر ان انت تتحقق كمان وفراد فيه وتتخطى مع حرية الاكتفاء الزيت وبالتالي دي كلها كانت انتجاهات مهمة جدا ان انت تتحرك عليها ولكن يظل الامر الهام جدا هو بنامج الاصلاح العيكالي ازاي ان احنا نتحرك على زيادة نسبة القطاعات الاقتصاد الحقيقي اللي هو الزراعة والصناعة ودلوقتي كمان مع الازمة الروسية الاوكرانية اللي ابتدت ان هي تغير حتى مفهوم العلاقات الاقتصادية الدولية بمعنى ان اصبحت الاولوية الاولى الكافة الدول الوصول للاكتفاء الزيتي الموضوع مش مرتبط بس بان انا قادر اشتري السلعة دي لا الفكرة كلها دلوقتي حاب نتكلم على مشاكل في التجاهة الدولية سلاسل الامداد والتوريد اتفاع في اسعار النفط وده كمان بقى بيحط صعوبات كبيرة جدا اتجاه عملية الحصول على السلع من دول اخرى فبالتالي فكرة الوصول للاكتفاء الزيتي وده بقدو خلينا اوضحها مفيش دولة في العالم تستطيع ان هي ترسل للاكتفاء الزيتي في كل السلع والخدمات لكن احنا بنقول على الاقل ان انت بتقلل قدر مستطاع اعتمادك على الخارج مش عشان بس تحفظ على العملية لكن بقى فعلا فيه صعوبات يعني احنا لما بنشوف ملفات كبيرة جدا ابرازها مثلا ملف الامح على سبيل المثال احنا شوفنا بعض الدولة اللي هي اعلنت صراحة على المستوى الدولي احنا مش هنصدر ودي مشكلة وبالتالي ابتدينا ان احنا نتحدث عن الامن الغذائي ابتدينا نتحدث عن مشكلة جوع على مستوى العالم دي كلها قضايا كبيرة جدا وصعبة جدا والتدعيات والتساب بتاعتها مش اقتصادية بس ولكن كمان اجتماعية طبعا بكل تأكيد طيب دكتور احنا بنتكلم عن يعني فكرة التحديات اللي بتواجه الاصلاح الاقتصادي تحدثنا عن الاقتصاد الغير الرسم الاقتصاد الغير الرسمي هو اقتصاد كبير طبعا فيه مبالغ كبيرة بيعمل فيه كمان عدد كبير جدا من العمالة ففكرة ان هو يدمج مع الاقتصاد الرسمي للدولة دي نقطة مهمة جدا لكن خلينا في البداية قبل ما نتكلم عن قليات هذا الدمج وازاي يحصل وايه الاستفادة بالنسبة للعاملين في القطاع الغير الرسمي في الاقتصاد عايزة اعرف من حضرتك ما هو القطاع الغير الرسمي هي هو باختصار كل العمليات التجارية اللي بتدخل يعني اللي بتبقى خارج الاطار الرسمي برق كافة التقارير الرسمية ومالهاش اي ترخيص مالهاش اي ارجاءات رسمية هي بتبقى اكثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتوسطة جزء كبير بيكون في اطار رسمي لكن احنا نوعا بقى بنكلم انجاز التعبير يعني عفوا مصانع بير السلم او المشروعات اللي هي ما بيبقاش مدرجة في سجلات الدولة كل العمليات التجارية غير مدرجة دي بتبقى اقتصاد غير رسمي عمليات الدمج الخاصة بدمج الاقتصاد الغير رسمي هو نسبته طبعاً بعده عشان نوضح الجزائي ديت لأن فيها قويل كتير مرة 80% مرة 70% مرة 50% يعني النسب بتختلف طب هو طبيعي أن النسب تختلف؟ آه طبيعي النسب تختلف ما فيش حاجة اسمها نسبة تفضل مستمرة على طول يعني على سبيل المسال لما ناخد مثلاً 2011 وده فترة كنا بنمر فيها بالصوف سياسية صعبة في الوقت ده كانت النسبة حوالي 80% آه منطقة 80% لأن كانت الأمور مؤسسات الدولة في الفترة دي كانت الأمور يمكن صعبة شوية لكن هل النسبة فضل 80%؟ لأ ابتدت أن هي تقل تدريجياً وصلت لحدود 50% أو 40% في سنوات أخرى لكن برضو خلينا نقول أن حتى 40% أو 50% كنسبة من الاقتصاد الرسمي هو رقم ليس بالقليل يعني حابب نتكلم على ناتج المحل الإجمالي فاصل حوالي يعني 7 ونص تريليون فحنا بنتكلم على نص الرقم ده فحنا بنتكلم على بالصبت أكثر من 3 تريليون جنيه فحنا بنتكلم على نسبة ليست بالقليلة عملية الدمج هي طبعاً هدف وهم جداً مش لمصر بس لأي دولة في العالم أن يحصل الدمج دوت لأن تخالي حضريك لو إحنا افترضنا أن 7 تريليون جنيه هو الناتج المحل الإجمالي لإقتصاد المصري وضفنا عليهم بقى كمان التلاتة ترفعنا بقى ناتج المحل الإجمالي بتاعنا أكثر من 10 تريليون معادلات النموة الإقتصادية بيبتدي تزيد حصيات ضربية بتبتدي تزيد عجز الموازنة بيبتدي تأكل يعني أكيد عوائل كبيرة جداً لكن خلينا نقول يعني اللي ملوش سجل تجاري ملوش سجل تجاري ملوش سجل تجاري ملوش سجل تجاري ملوش طاعة ضربية الدولة ببساطة شديدة لا تعرف شيء عن أي تعاملات تجارية تحدث ما بين بائع وما بين مشتري ما فيش فواتيب ما فيش أي سجلات ما فيش رسوم ما فيش ترخيص ما فيش رقابة ما فيش أي متابعة تماماً وده موجود ومش موجود في وصل كلها عشان بس يعني يبقى الوضع واضح لكن موجود في العالم كله لكن بنسب متفاوت يعني هتلاقي أن فيه اقتصاد غير رسمي في دولة لكن النسبة ممكن تكون 3% ممكن تكون 5% ممكن تكون 2% لكن طبعاً لما النسب بتصل لمعدلات كبيرة بعين في مئة وخمسين فيها حب نكرم في رقم ضخم جداً فعشان كده دولة يمكن خلال السنوات الماضية كان هناك حديث دائم عن فكر دمج الاقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمي على المستوى النظري وعلى المستوى الأبحاث يعني الموضوع ده خلينا نقول أنه هو قتل أباحسن يعني كباحثين كلمنا عنه كثير جداً لكن مشكلة دائماً بديجي في التطبيق ليه؟ لأن انت مثلاً بتفترض أن انت وضعت المبادرة لتخفيض الضرائب لمدة 5 سنوات لعملية الدمج فده حافظ ضريبي دائماً هتلاقي الكلام كله على فكرة إيه؟ طبعاً احنا نعمل المبادرة نلغي 5 سنين مثلاً إعفاء ضريبي وأي حد في اقتصاد غير رسمي يدخل اقتصاد رسمي بنيديله 5 سنين عفاء ضريبي بس هو بعده في وجهة نظر تانية تقول إيه؟ طبعاً أنا عافي نفسي العمر كله صح هو الألم هستفيد إيه؟ لا يعني أنت بتديني فرصة إعفاء 5 سنين طبعاً 5 سنين ليه؟ طبعاً أنا أساساً عافي نفسي تمام طيب الموضوع مش مطارب بقى بالضرائب يبقى احنا مش لازم ملف الضرائب دوت هو يعني إيه؟ مش لازم أبدأ حواري بفكرة أنا هاخد منك إيه؟ لا لازم أبدأ حواري بأن أنا هقدم لك إيه صح أنت هتستفيد إيه؟ وإذا أنت هتستفيد إيه؟ لو أنت عاوز فعلاً كدولة تدمج الاقتصاد غير رسمي لازم تشوف أنت هتقدم له إيه؟ من مساعدات وتسهيلات مش فكرة أنت دايماً حاطت ملف الضرائب قدام عينيه وعشان كده مش هيندمج أبداً لأن في النهاية الضرائب دي عب تكلفة على أي منتج وأي مستثم ففي النهاية طول ما نحعملها فزاعة محدش هيجيلي طيب يبقى الحل المتطبط من أنت لازم تقدم له تسهيلات أكثر لازم تقوله أنت المنتج بتاعك دوت أنا لما يعني هوسع أنت شاءه إزاي؟ وإزاي أن أنا ممكن أعملك فاصل التصديق مصانع بيه السلم ديت على فكرة يعني أنا مش بقولها يعني بقلل من على فكرة فيها مصانع كثيرة جدا فادت الاقتصاد المصري وفي أوقات كثيرة جدا وحتى في معدلات التضخم أنا مش بقول يعني المستهلك لازم يكون قدامه كذا كاتجري من أو كذا مستوى من الجودة ومن الأسعار مش بتكلم على الجودة بس بالشكل طبعا اللي يحافظ على صحته يعني مش بيتكلم على الجانب الصحي لكن يا الفكرة كلها إزاي أن الدولة تقدر إن هي تقدم له حاجات تفيده توسع إنتاجه إزاي أن هي كمان تحطيه فرص للتصدير إزاي أن تعمل على انتشار المنتج دوت إزاي أن هي تعمله أماكن مخصصة يقدر إنه هو ينتج فيها الدولة حركت في الجزء دوت للأمانة بس بعده لغاية اللحظة ديت لا فيه عندنا يمكن قطاع كبير جدا من الاقتصاد الغير رسمي لسه مش وصل له الضمانات ديت بالشكل الكافي محتاج ببساطة إن حد يكلم معه أو يكلم مع القائمين على الاقتصاد الغير رسمي لأنه بعده مش متابطين بس ببعض المنتجات الاستهلاكية لا ده فيه صناعات وفيه يعني قرى موجودة في مصر يعني في قرى باسوس بسلا لا يعني ده يطلق علي أن هي تريد في مصر يعني ده ناس بتصنع كل حاجة تقريبا وفيه قرى كتير جدا طيب الفكرة كلها طب أنا محتاج أن أنا أستفيد من الخبارات الكبيرة جدا ديت واستفيد من الانتاج دوت لكن هرجع للمرة تانية والتالتة والمليون أقولها لو فضلنا نستخدم سلاح أصل الضريب وهاخد منك إيه وأصل الرسوم ده موضوع صعب الحاجة التانية لازم يبقى فيه سقة متبادلة يعني سقة متبادلة يعني يبقى فيه اتفاق إحنا متفقين عليه أنا مش هاخد منك ضرائب مثلا خالص بس هيبقى أقصادها هيبقى فيه مجموعة من الرسوم أو نسبة معينة أو هيبقى فيه مقابل لنتيجة أن أنا هوسع من معدلات الأرباح بتاعتك والنتيج بتاعتك لازم الأمور تمشي بالشكل ده لكن خليها بقدر كامل متسرحة في الظروف كمان بيمر بيها العالم والظروف اقصادية والتضخم واتفاعة تكلفة الإنتاج أنا علشان أتكلم دلوقتي على ضرائب أو أتكلم على زيادة فيه معدلات الرسوم معه في نفس الوقت هيبقى موضوع يعني غاية فيه الصعوبة ومش هيأتي بيه الجدوان طيب دكتور حضرتك كلمتي ممكن على أصحاب الأعمال لكن فيه كمان عامل آخر وهو العمالة اللي موجودين في هذه المشروعات هل يمكن أنه الدولة تقدم زي ما حضرتك كلمت أو يكون عندها آليات وبرضو أن هي لأنه فكرة أنه لو حجمنا العمالة في الاقتصاد غير الرسمي برضو هيتأثر وهيضطروا يالجاء والاقتصاد الرسمي أو يشوفوا طريقة تانية هل العمالة ممكن تكون آلية من آليات دخول أو دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي ملف العمالة ده مما يفاتص لها اللي هي الشائكة شوي شائكة لي لأنها دلوقتي أنا لما هستخدم يعني الإجاءات القانونية وهضغط بشكل كبير جدا على العمليات زي خليه برضو أستخدم نقطة حضرتك كلمت فيها أنه إحنا دلوقتي بنبعد تماما عن فكرة الضغط بالعكس أحب نتكلم عن المحفزات بالزبط ما هو ده اللي أنا هتكلم فيه لأن هي الفكرة كلها أنا على شاء العمالة تنتقل من الاقتصاد الغير الرسمي للاقتصاد الرسمي لازم أكم واحد أوفر لهم فرص العمل الملأمة لهم وفي نفس الوقت مش الفرص بس ده كمان يبقى متوسط الأجور ريب من اللي هو بيحصل عليه في الأشغال الأخرى لأن أنا بردو مين هيقبل أنه هو يروح وظيفة تانية بمتى بأقل من اللي كان بياخده فبالتالي ولازم يبقى فيه طبعا دمانات فالفكرة كلها الاقتصاد مشروعات قومية على سبيل المثال قدمت أكثر من خمسة مليون فرصة عمل وقدر لكن في نفس الوقت بردو مع الزوف ده هل إحنا هنقدر أن إحنا نقدم ملايين من فرص العمل تستوعب الملايين العاملين في الاقتصاد الرسم الموضوع مش يعني محتاج تدريج ومحتاج خطوات تكون سبت وقبل ما أنا بص على العمالة محتاج أن أبص على الكيانات دي ستنفسها يعني بمعنى أن الكيانات دي لو هي انتقلت لإقتصاد الرسم فهي هنتتقل بجزء كبير من العمالة وحطر ده أن هي كمان تقدم فرص عمل جديد لكن لو أعطى أضوع على فرص عمل فيه جزء على فكرة يبتدى أنها ينتقل في مشروعات القومية ما المشروعات القومية دي استوعبت جزء كبير وبتريها حتى يعني يمكن حتى دولة في فترة كورونا بتريها تبص حتى على العمالة الغير منتظمة وبتريها تريها يعني عاوز أقول إيه أن بردو في الأزمات والظروف لا الدولة لما بتعمل شبكة حماية اجتماعية أو بتبص على العمالة الغير منتظمة هي بردو في نفس الوقت تعينها على العمالة في الاقتصاد الغير رسمي مش مستبعدها لكن احنا بنتكلم على وضع مرتبط بي أن المؤسسات والمنشآت دي كلها أن هي تخش ضمن الاقتصاد الرسمي وده مش هيتعام في يوم وليلة مستحيل يتعام في يوم وليلة لكن محتاج بشكل تدريجي أن يتم وحتى لو على مستوى الصناع على سبيل مثال في البداية وبعد كده نبتري نشوف قطاعات تانية نبتري نشوف إيه العمليات التجارية اللي ممكن تكون موجودة وأمور التسهيلات والإرجاءات بتاعتها يكون سهل أنه يتم دمجها لكن بقده احنا مشكلة أن احنا سعب بقده بناخد الأمور كلها باكتش مرة واحدة أن احنا الاقتصاد الغير رسمي وده فيه تفاصيل كتير جدا وعلى فكرة نقطة مهمة جدا في الحل أن احنا نتكلم معاه ليه؟ لأن بقده من ضمن المشاكل أن احنا الحكومة ومؤسسات الدولة في اتجاه وبتتكلم من وجهة نظرها والقائمين على الاقتصاد الغير رسمي في اتجاه آخر فبالتالي ما فيش نقطة لازم يكون فيه وين وين سيتيواشن زي أبا بيقال بصبت لازم نوصل لنقطة كلنا نبقى بنفسها فيها وكلنا نبتدي نتحرك على الاتجاه ده وهاجه أقول لازم تدور أنت هتقدم له إيه وهيستفيد إيه لكن فزاعة الضرائب اللي بيتم تقرارها حتى لما كنا بنتكلم عن برد كنا بنتكلم على إعفاء ضريبي يعني بقدو حتى استخدام كلمة الضرائب ده دي حاجة ممكن تخوفه أكتر من أن هي طبع طبعاً لأنها بتجيء تشجيع تشجيع الأصحاب ممكن تكون من ضمن المحفزات ولكن يبقى برضو خطوات أخرى لازم زي ما حدا يكلم لازم يبقى فيه مجموعة بيها من الخطوات على علاوة أنه وفار لهم أماكن آه دولة عملت مجمعات صناعية ووفرت أماكن بس هي فكرة برضو هل هي الأماكن دي قريبة فعلاً من الأماكن اللي هما كانوا شغلين فيها ولا هو مثلاً بيشتغل في العتبة وأنا عاوز أريده العاشة من رمضان دي أمور لازم يتم دراستها بشكل جيد علشان في النهاية لما أنا حتى أقدم الحوافز تبقى حوافز يعني حوافز زيتا جدوى ما بقاش هنأسمي قدمت حوافز أصلاً عملت لك مكان في العاشة من رمضان طبعاً في العتبة ونفسه حس بنتجتها بالفعل طبعاً طبعاً